بديا ما نقول لك أهلا وسهلا فيك بفوشيا لفتنا انتباهنا بمقابلتك ببرنامج زمان إلى جانب الإعلامية راغدة شلهوب ببعض الأمور بداية حكيت عن موضوع الرقابة ومش عيش بك كتير الموضوع واعتبرت يتحدد وقت محدد للأفلام أو للمسلسلات عردن يعني اعتبرت فكرة الرقابة على الفنون أيضا غباء ما حدا بيراقب فنون ميم مكان ما حدا بيعمل سنسرشيب على الفنون وأنا قابي رأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وعلى صورتنا وعلى كذا الجمهور هو الرقيب الوحيد الجمهور هو الرقيب الوحيد مثلا إذا ما نأخذ مسلسل الخائن شفنا أكتر من يوم عم ينحكع عن القبلة بين قيس الشيخ نجيب وسلفة معمار اليوم شو رأيك بهذا الأمر هيدا الجمهور اللي عم يحكي عن هالموضوع مؤسف شو فيه يعني مفهمت شو الموضوع عادي جدا يعني حكيت عن الممثلات اللي كان فيه صنائيات إلى جانبهم ولكن اليوم حبي نسألك مين هن الممثلات اللي موقفت بعد حدن وحب كتير تتشارك دور معين ما فيه بالتحديد ممثلة فيه حسب الدور وحسب الكامستري اللي بتركب من وراء الدور بس بالشخص ما فيه يعني ما فيه ممثل محترف بيعتبر بالشخص يعني حضر مقابلتك مع راغدة بس حكيت حضرتك على موضوع أنه لازم يكون فيه بت المشاركة كان بالأعمال المشتركة لأنه هيدا الأمر ساعد للانتشار العربيا لو ممكن كانت دور كتير صغير اليوم هلي بتعتبر بديع أبو شقر قدم تنازلات بهيد الأعمال حتى ينتشر أكتر لا أبدا ولا مرة قدم تنازلات حتى انتشر إطلاقا مشاركة كانت مشاركة تنازلات إطلاقا بالفن ما بيقدم الواحد تنازلات لأنه إذا قدم تنازلات انتهى بيكون بيقدم بعض التضحيات البسيطة بس أنه تنازلات لأبدا ولا شوي ما قدش بيعني لك أن الجمهور كله منتظرك بمسلسل على أمل بما أنه ما يجي بغصة قالت أنه رح يكون فيه ثنائية إلى جانبك هي مش قصة ثنائية هي فيه كتير مسلين مشاركين بس طبعا فيه شيء لذيذ وفيه كتابة كتير جيدة وفيه مخرج منوسة فيه للعظم وفيه شركة إنتاج صخية بقى بأعتقد مفروض يكون العمل رح يعلم طب شخصيتك شوي هل رح تكون قريبة مثل الشخصية اللي شفناها بمسلسل للموت أوه فيها طلعات ونازلات كتير وش هتلاحقوا علي بعرابة بيروت حضرتك كمان كان إليك مشاركة ايه صحيح دورك كيف رح نشوفه مع أنه خلصتوا تصوير إليك عرابة بيروت الدور أنا حبيته كتير والموضوع حبيته كتير خاصة هيدا الحقب الزمنية والدور هيك شبهته مثل مثل الصخرة النعمة هيك شبهت الدور بعرابة بيروت بما أنه بهيدا المسلسل فيه عودة كمان قويلة نادين الراس كيف لقيتها بالهل كان فيه شي دور جماعكم سوا بهيدا العمل ايه كان فيه مشاهد هيك جماعية جماعتنا بس بعتقد نادين مانا بحاجة لكمباك لتعود هي عادي عطون يوم شو لي السلية اللي بتوجه ليها بما أنه دايما عم شوفها طلوع نزول دايما عندها مشاكل دايما يعني حرام ما عم بتلحق تتنفس مثلنا بيقول حرام ما عم تلحق تتنفس ما حدا بيعرف مشاكل العالم الناس بس بيحكموا بس هي قوية هي قوية رسالتك لجمهورك عبر فوشيا شو بتقل لون بسطو بأجواء الفوشيا ما في شي بيزبط الحياة اللي البسط مثل اللون الفوشيا دكرا لأنا يا أهلا